موسيقى الدرس الاول عبارة عن اسماء اوتار العود الوتر الاول الغليز الوتر الثاني الوتر الثالث الوتر الرابع طبعا زند العود هون صدر العود الغليز اول مي لا ري صول دو هذه هي اسماء اوتار العود فالوتر الاول مي الغليز واسمه قرار بوسلك يقع على المدرج الموسيقي طبعا المدرج الموسيقي مؤلف من خمسة خطوط تحصر بينها اربع فراغات وهناك خطوط اضافية من الاسفل وخطوط اضافية من الاعلى فالخطوط الاسفل يقع اسم الوتر مي قرار بوسلك تحت الخط الثالث الاضافي واحد اثنين ثلاثة تحت الخط مباشرة اذا مي على المدرج ترسم هكذا الوتر الثاني لا اي حسيني يقع على المدرج على الخط الثاني من الاسفل على الخط الثاني الاضافي من الاسفل ري الوتر الثالث ري ويقع تحت الخط الاول من المدرج الموسيقي اي حينما اضرب على الوتر المطلق ري ري تكون النوطة على المدرج تحت الخط الاول من المدرج الموسيقي حينما اجد هذه العلامة ري يجب ان اضرب على الوتر الثالث الذي هو الدوجة صول الخط الرابع عفوا الوتر الرابع من العود الوتر الرابع يقع على المدرج الموسيقي على الخط الثاني صول صول الوتر الاخير الخامس دو اي كوذان يقع على الفراغ الثالث من المدرج الموسيقي هذا هو التمرين الاول التمرين الاول لحفظ اسماء اوتار العود وموقعها على المدرج الموسيقي اي يجب ان احفظ غيبا اسماء هذه الاوتار واحفظ موقعها على المدرج الموسيقي التمرين الثاني تطبيق ما ذكرناه آنفا اضرب على الوتر الاول الغليز مي السوداء ذات الزمن الواحد سوداء زمن واحد اي ضرب واحدة واشارة ثمانة تشير الى ضربة العود من الاعلى الى الاسفل اي هبوطا مي سكوت هذا السكوت بقدر زمن السوداء مي سكوت مي سكوت الوتر الثاني الغليز لا سكوت لا سكوت ري سكوت ري سكوت الوتر الرابع صول سكوت صول سكوت الوتر الخمس والاخير دو سكوت دو سكوت سانفذ هذا على قال ثالث تمرين على علامة ذات السن اي نص الزمن بضرب الريش على الوتر هبوطا وسعودا مع التوقف عن العزف زمن واحد بعد كل علامتين من ذات السن ابدأ بالتمرين ميمي أس لالا أس غي غي أس سول سول أس دو دو أس التمرين الرابع تمرين على علامة المستديرة ذات الأربع أزمني بطريقة رعشة الريش هبوطا وسعودا بسرعة مع ضبط الزمن بالرجل اليمنى أو اليسرى ويفضل بالرجل اليسرى حيث أن العود دائما يوضع على الرجل اليمنى أبدأ بالتمرين وقبل أن أبدأ أشير إلى رعشة الريش رعشة الريش هبوطا وسعودا وهكذا ببطء ثم أسرح ثم أسرح حتى تصل إلى الرعشة أبدأ بالتمرين أبدأ بالتمرين علامة المستديرة أربع أزمني نين نين تلاتي أربع ل نين تلاتي أربع ثم أربع وسعوبação survivors جديد أربع العلامة البيضاء مدة العلامة زمنين اي اتنين سوداء دو اتنين دو اتنين صل اتنين صل اتنين ري اتنين ري اتنين لا اتنين لا اتنين مدة اتنين اتنين التمرين الخامس تمرين عزف علامة البيضاء زات الزمنين والسوداء زات الزمن الواحد انتبه جيدا دو اتنين صل اتنين ري اتنين صل اتنين ري اتنين لا لا اتنين مدة اتنين انتهى الدرس الاول ويجب ان تعيد هذه التمرين اكثر من اسبوع لكي تحفظ هذا الدرس وهذه التمرين واعيد واكرر بل الح بانه يجب ان لا تنتقل الى التمرين الثاني قبل ان تتقن الاول جيدا اشتركوا في القناة